اشتركوا في القناة لغة الهتش تيميل هي مش لغة برمغة يعني مش لغة زي مثلا البي اتش بي هنتعرف طبعا في خلال محاضرات الكورس او في خلال المحاضرات اللي جاية بازن الله ايه الفرق بين لغة البرمغة ولغة الهتش تيميل بس بشكل عامل اللي حابين يعرفه في خلال المحاضرة الخاصة بالنهارده ان الهتش تيميل بتعتبر لغة من لغات او من لغات التوصيف حتى هي من اسمها لغة الاتش تيميل اختصار لهايبر تاكست ماركب لانجوج يعني لغة من لغات التوصيف. يعني ايه لغات التوصيف علشان برضو الموضوع ما يكونش معقد معنا بشكل كبير. تعالوا نتخيل ان احنا لو جينا دلوقتي نبدأ مسلا في عايزين نبني بيت او عايزين نبني مسلا مستشفى او عايزين نبني مدرسة. الطبيعي بيكون موجود معنا حتة ارض فاضية خالص. وبعد كده بنبدأ نقول احنا احنا محتاجين في المكان ده. اه مسلا دور او محتاجين هنا هيكون مبنى محتاجين هنا هيكون باب وهكذا. بنبدأ ان احنا نقسم الارض اللي موجودة معنا. اه ونقول احنا في الجزء ده محتاجين يكون موجود ايه بالزبط? ده اللي بيعمله او ده اللي بتعمله لغة الاتش تيميل. اه هنتعرف مع الكلام ده ممكن الكلام يكون اه نظريا صعب شوية بس هنتعرف عليه بازن الله واحدة واحدة. اه من خلال الكورس بتاعنا بازن الله ومش هنسيب اي صغيرة ولا كبيرة بازن الله. غير لما اه نتناولها من خلال اه الكورس اه الخاص بنا. طيب هل اه السؤال التاني اللي حابين نجاوب عليه هل لغة الاتش تيميل اه كافية بنفسها او لغة الاتش تيميل لوحدها كافية ان انا اقدر اصمم موقع. اه لا انت على الالة هتحتاج معاك اه لغة تاني زي السي اس اس او ستايل شيت. عشان تقدر تصمم موقع بشكل كامل. وبرضو لغة السي اس 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 اه بازن الله هنتناولها وهنتناول الاساسيات بتاعتها من خلال اه الكورس الخاص بنا بازن الله. يبقى احنا كده اه عرفنا في البداية ان لغة الاتش تيميل هي لغة من لغات التوصيف. اه مش لغة برمجة بالمعنى الحرفي. اه ممكن يكون كلام اكاديمي شوية. بس اه هنعرف بعد كده طبعا اه زي ما اتفقنا من خلال المحاضرة او من خلال الكورس الخاص بنا. ليه لغة الاتش تيميل ما بتعتبرش اه لغة برمجة وايه الفرق بينها وبين لغة زي مثلا البي اتش بي اه على سبيل المثال. طيب بالنسبة لغة الاتش تيميل الاصدارات اه اللي صدرت منها. اول اصدار صدر من لغة الاتش تيميل صدر سنة الف تسعمية اتنين وتسانين. اه ده كان اول اصدار صدر من اه لغة الاتش تيميل صدر بعد كده مجموعة اصدارات تانية زي الاكس اتش تيميل اه اكتر من اصدار صدر من اللغة دي. اه اخر اصدار صدر كان اللي هو الاتش تيميل فايف واللي احنا بازن الله هنتعلمه من خلال اه الكورس بتاعنا. اه ده صدر سنة الفين وتناشط. طيب في البداية كده ايه الفرق بين اه الاصدار الخاص بسنة الف تسعمية تنين وتسعين وآخر اصدار او اي اصدار تاني من اصدار اصدارات الاتش تيميل. الموضوع بالزبط عامل زي اي ابليكيشن بنزله على الموبايل او اي برنامج بنعمله على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. لما بيجي او الابليكيشن او البرنامج ده بيقول لنا ان هو محتاج اوب ديت معنى كده ان المطور ده في مجموعة مزايا جديدة ما كانتش موجودة في النسخة اللي قبل كده. وده اللي هننقشه بازن الله من خلال الكورس بتاعنا. هنبدأ لو جينا مسلا عندي تاج من ضمن التاجز اللي موجودة او عنصر من ضمن العناصر اللي موجودة. هنقول ان ده اضاف جديد في لغة الاتش تيميل. وايه اللي سهله او ليه اضاف وما كانش او ايه الفايدة اللي عادت علي انا كمبرمج او كشخص بستخدم لغة الاتش تيميل. ايه الفايدة اللي رجعتلي لما استخدمت العنصر الجديد اللي اضاف من لغة الاتش تيميل. كل ده هننقشه بازن الله من خلال الكورس بتاعنا زي ما اتفعنا. بس طبعا احنا كان اهم حاجة نعرف تاريخ اللغة اللي احنا هنتعلمها. اه وزي ما قلنا اول اصدار صدر سنة الف تسعمية اتنين وتسعين. وآخر اصدار وده اللي هننقشه بازن الله صدر سنة الف آآ 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 يعني مثلا العائلات الخاصة بتعلم اللغة الانجليزية عند الverb عند الناون عند الافعال الاسماء وهكذا طيب لغة الهتش تيميل بتتكون من ايه بتتكون من حاجة اسمها التاجز وحاجة تانية اسمها الاتريبيوت او الاتريبيوتز تمام وبتتكون من حاجة اسمها السامبولز هوا خلينا بس نكتب كلمة سامبولز بشكل صحيح طيب تمام ده لتلات عناصر او ده لتلات عناصر اللي موجودة داخل لغة الهتش تيميل تمام خلينا كده نتكلم على عنصر عنصر من عناصر لغة الهتش تيميل اول شيء اللي هو التاجز طيب التاج علشان نبقى عارفين مجموعة معلومات عنه اول معلومة ان التاج لازم يكون لي بداية ولازم يكون لي نهاية طيب البداية بيكون اسمها ال اوبين تاج في بعض الناس طبعا بيطلقوا عليها ال استور تاج والنهاية بيكون النهاية المفروض بيكون اسمها خلينا بس نكتبها من هنا بيكون اسمها الكلوزنج الكلوزنج تاج تمام يبقى انا كده معايا البداية اسمها ال اوبين تاج بس طبعا الكلام على قد ما هو ممكن يبان نظري بس المحاضرة دي انا باعتبرها ممكن تكون اهم محاضرة في الكورس بشكل كامل لان ده الاساس اللي هنبدأ نشتغل عليه بعد كده فلازم طبعا نبقى فاهمين الكلام ده كويس ومجموعة النقاط اللي هنقولها في خلال المحاضرة دي مهمة بشكل كبير جدا طيب نرجع للموضوع بتاعنا اللي هو التاج زي ما قلنا غالبية العناصر او غالبية التاج اللي موجودة داخل لغة ال html بتتكون من اوبين تاج او اللي هو بداية وكلوزنج تاج اللي هو النهاية تمام طيب ال اوبين تاج بيتقسم معايا او ال اوبين تاج بكتبه ازاي احنا بنعمل علامة اكبر من اللي هي بتكون shift wow على الكيبورد تمام وبعد كده بنعمل علامة اصغر من اللي هي بتكون shift z على الكيبورد وبينهم هنا بكتب اسم التاج اللي انا حابب اكتبه كل او كل اعدادات انا حابب ان انا اضيفها على الموقع او كل اجراء حاببا انفزه على الموقع بيكون ليه تاج معين لغة ال html بتترجمه علشان يظهر للمستخدم زي ما هنشوف بعد كده عندي مثلا تاج اسمه ال b اللي هو اختصار لparagraph لو انا هكتف فقرة عندي تاج تاني اسمه img اللي هو اختصار لامج لو هضيف صورة عندي تاج تاني اسمه ال a اختصار لكلمة anchor لو هضيف link على سبيل المثال وهكذا طبعا مش عايزين نركز في ال tagz دي كل تاج من دول ليه حلقة مخصصة او ليه محاضرة خاصة بيه بس احنا بس عايزين نبعارفين في المحاضرة دي ان اي تاج من تاجز الخاصة بال html بيتكون من حاجة اسمها ال open tag وال open tag بكتبه بعلامة اكبر من واصغر من وبينهم اسم العنصر زي ما احنا شايفين هنا اسم العنصر او اسم التاج بيه موجود بين علامة اكبر من وعلامة اصغر من طيب ال closing tag الخاص بيه ال tags بيكون ازاي بيكون هو هو زي ال open tag بالظبط يعني بيكون علامة اكبر من وعلامة اصغر من وبينهم اسم التاج بس بضيف قبل الاسم التاج بضيف علامة السلاش او اللي هي بتكون حرف الزه على الكيبود يعني بالمعنى ده لو انا مثلا عايز اكتب هنا تاج مثلا زي تاج lp اللي هو الخاص بالparagraph هكتبه بالشكل ده وال closing tag بتاعه هيكون بالشكل ده يبقى هو هو ال open tag هو هو ال closing tag بس الفرق طبعا في علامة السلاش او اللي هي حرف الزه على الكيبود ولو فيه كيبود موجود عليه الارقام اللي هي بتكون موجودة على اليمين هنلاقي علامة السلاش موجودة فوق رقم 8 اللي هي بتكون علامة على الكيبود طيب هل كل العناصر ليها open tag و closing tag زي ما وضحنا لا فيه عناصر ملهاش closing tag زي مثلا ال image اللي هي ال img ملهاش closing tag يعني انا ماينفعش اجي اعمل بالشكل ده كده او الشكل ده كده غلط لانه هي ملهاش closing tag طيب فيه عنصر تاني مثلا زي ال br اللي هو ال break فيه عنصر تاني زي ال hr اللي هو لو انا عايز اعمل خط في الموقع بتاعي وكل طبعا الكلام ده قلنا هننقشو بازن الله واحدة بواحدة بس احنا عايزين نعرف النهاردة ان فيه tags لها open tag وفيه اسف لها closing tag وفيه tags تانية ملهاش closing tag طيب النقطة التانية برضو اللي حابين نتكلم عليها بالنسبة لل tags ان حروف ال html مش حروف حساسة بمعنى ايه بمعنى ان انا لو جيت مثلا كتبت كلمة ال br حروف capital بالشكل ده هي هي لو انا جيت كتبتها بالشكل ده يعني لو جيت مثلا كتبت صفحة الاكواد بتاعتي كتبت العنصر ال br بالمنظر ده وكتبت في سطر تاني عنصر ال br بالشكل ده الكود بتاعي صح 100% مش هيسبب لي اي مشكلة في اي وقت مفيش اي مشكلة بس طبعا منظمة ال w3 schools العالمية الخاصة بالبرمجة بتنصح بان احنا نستخدم الحروف الصغيرة او اللي هي الحروف lowercase مش ال capital بتدي شكل جمالي اكتر للكود وده المتعرف عليه داخل مجال البرمجة بشكل عام يبقى احنا كده اتكلمنا على موضوع ال tags واتكلمنا على الحروف و الحروف زي ما اتفقنا مفيش فيها اي فرق تمام طيب انا دلوقتي عندي ال open tag وعندي ال closing tag بينهم هنا بقدر اكتب المحتوى او بقدر اكتب ال content اللي انا عايز اكتبه يعني لو هنا كاتب مسلا بارا جراف هكتب هنا الفقرة اللي انا عايز اكتبها وبخلال ال open tag وال closing tag انا بعرف المتصفح ان هنا بداية ال paragraph او الفقرة اللي انا عايز اكتبها وهنا نهاية ال paragraph يبقى كده بين ال open tag وبين ال closing tag انا بكتب المحتوى او ال continent بتاعي تمام؟ طيب خلينا ننتقل للعنصر التاني من عناصر لغة ال HTML وهي حاجة اسمها ال attributes يعني ايه ال attributes؟ ال attributes الترجمة الحرفية لها يعني السمات طيب يعني ايه السمات علشان بردو نبقى فاهمين الموضوع بشكل طبعا صحيح السمات هي يعتبر ميزات اضافية للعنصر ومش كل تاج لها او مش كل التاج اللي موجودة لها attributes بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي ال a عنصر ال a زي ما اتفقنا اللي هو مثلا خاص باللينك وال closing tag بتاعه اللي هو بالشكل ده طيب خلينا نخلي بس في فرق بينهم بالشكل ده انا هنا عندي ال open tag الخاص باللينك وهنا ال closing tag الخاص باللينك يعني ايه attributes يعني سمات؟ يعني انا دلوقتي كاتب لينك مثلا عايز اعرف اللينك ده هيوديني مسلا على موقع ايه؟ فباجي بعد ال open tag او باجي عند ال open tag وبروح دايس مسافة بعد اسم التاج نفسه وببدأ اكتب ال attribute اللي انا عايز اكتبه ال attribute بشكل عام بيتكتب ازاي؟ بيتكتب ال name اللي هو اسم ال attribute بعد كده علامة يساوي وبعد كده double quotation اللي هي shift طاه على الكيبورد في النص هنا value او القيمة بتاعة attribute وبعد دوس shift طاه مرة تانية علشان اقفل double quotation طيب خلينا نشوفها كده بشكل صحيح هنا مسلا انا معي ال link يبقى انا هدوس هنا مسلا حاجة اسمها ال href ال href اللي هي اختصال ال hyper reference وبضيف في النص هنا بضيف بين ال double quotation هنا عنوان الموقع يعني مسلا هكتب www.google.com وطبعا لازم لو هكتب موقع اكتبه بشكل كامل اللي هو httbs علشان يكون بشكل صحيح كده اللي انا ضيفته ده اسمه attribute او سمة من ضمن السمات طبعا عندي مسلا عنصر زي ال image انا دلوقتي عايز اضيف صورة للموقع هل لو انا دست كلمة image كده الموقع عارف ان انا هضيف صورة او عارف ان انا هضيف صورة بس يعني انا ممكن الصورة تكون كبيرة محتاج اديها مقاس معين محتاج اديها ال width هنا يعني العرض ممكن اضيف لها حاجة اسمها ال height على سبيل المثال يعني الارتفاع وهكذا مش عايزين طبعا الموضوع يكون لغباطة بالنسبة لنا احنا بس بنتكلم في اساسيات لغة ال html زي ما اتفقنا تمام كل اللي اتكلمنا عليه دلوقتي او اللي احنا حابين نستفيد به من محاضرة النهاردة ان لغة ال html هي لغة من لغات التوصيف مش لغة من لغات البرمجة اول اصدار صدر منها سنة 1992 واخر اصدار اللي هو ال html5 صدر سنة 2012 وده باذن الله اللي انا اتعلمه من خلال الكورس الخاص بنا عناصر اللغة ال html اول عنصر اسمه ال tags وده بيكون ليه حاجة اسمها open tag و closing tag ال open tag بيكون بعلامة اكبر منه وفي النص هنا اسم ال tag و بينتهي بعلامة اصغر منه وال closing tag هو هو ال open tag بس بنزود علامة ال L-slash زي ما اتفعنا تمام وفي عنصر بيكون ليه open tag وفي عناصر تاني ما بيكونش ليها closing tag وفي عناصر تاني ما بيكونش اليها closing tag زي ما اتفعنا ال عنصر التاني اللي اتكلمنا عليه اللي هي attributes او somos INDIEPった ان في بعض العناصر بيكون ليها بعض الميزات الاضافية اللي بتسعيدني ان انا اخلي العنصر يظهر معايا بشكل صحيح او بشكل أفضل من لو أنا ما استخدم دهاجة كل التفاصيل دي هنتناعش بها واحدة خطوة بخطوة بإذن الله من خلال الكورس الخاص بنا. طيب آخر أنصر موجود معنا واللي هنتعلمه بإذن الله في آخر الكورس اللي هي السيمبلز أو اللي هي الرموز. ساعات بنشوف مثلا في المواقع حرف السي اللي هو بيكون صغير وموجود جوه دايرة أو اللي هي علامة الكابي رايتس أو حقوق الملكية. دي علشان مثلا أضيفها في لغة الـ HTML لها كود خاص بيها اللي هو بيكون بالشكل دا على سبيل المثال. طيب لغة الـ HTML برضو زي ما هنشوف بعد كده ما بتعترفش غير بمسافة واحدة بس. يعني أنا لو جيت هنا كتبت مثلا أحمد وجيت كتبت مثلا أكتر من مسافة وجيت أكتب HTML. لغة الـ CS أو لغة الـ HTML مش هتعترف غير بمسافة واحدة بس. وكل المسافات دي أو كل المسافات الزيادة مش هتعترف بيها. طيب لو أنا عايز أضيف مسافة. ليها اختصار تاني مثلا. اللي هو بيكون AND أو اللي هي SHIFT 7 على الكيبورد. بعد كده حرف الـ N, B, S بعد كده P والـ Semicolon. كده أنا هضيف مسافة. لو عايز أضيف مسافة تاني بروح ضيفها هي كمان مرة تانية مسافة تالتة بضيفها مرة تالتة وهكذا. ده برضو الرموز دي هنتعرف عليها بإذن الله في نهاية الكورس. علشان نعرف إيه الرموز بتقدر تقدمها لي لغة الـ HTML. كل اللي حابين بس نستفيد بالنهاردة هي إصدارات الـ HTML. التاجز إزاي بتتكتب داخل لغة الـ HTML. الـ attributes يعني إيه؟ ونبقى عارفين إن فيه عناصر أو فيه tags ليها attributes وتاجز تانية ما لهاش attribute. ما فيش فرق بين الـ capital والـ small زي ما اتفقنا وإني فيه عنصر من عناصر الـ HTML اسمه الـ symbols أو الرموز. بإذن الله هنتكلم فيه المخاضرة اللي جاية على إيه اللي أنا محتاجه علشان أبدأ فيه لغة الـ HTML أو أتعلم البرمجة بشكل عام وإيه البرامج اللي أحتاج أستخدمها وكل التفاصيل دي. شكرا لكم و السلام عليكم. اشتركوا في القناة